خلال جلسته التكميلية التي عقدت اليوم ناقش مجلس الأمة التعديل المقدم على قانون الرعاية السكنية وانتهت المناقشة بالموافقة على التعديل في المداولتين ومن ثم تمت إحالته إلى الحكومة أصوات نيابية أكدت أن القانون سيحافظ على ميزانية الدولة ويساهم في إنجاز المشاريع الإسكانية وبموجبه سيكون هناك سهم ذهبي للمؤسسة في الشركات لجنة اجتمعت بتاريخ 23.25.19.24.2016 تناولت هذا القانون مع الأخوة أيضا ومعالي وزير الإسكان والفريق الفني اللي كان تواجد معاه وأيضا هناك استدراك ثاني في المذكرة الإضاحية وهو طبعاً ومن ثابت أنه عند قيام مؤسسة بالإسلام في تأثير الشركة أو المسامة في رأس مال أي شركة قائمة بحصة عينية وينص القانون حسب التعديل الأخير على تفعيل رأس مال المؤسسة العيني وذلك لتنمية مواردها واستغلال رأس مالها في إنجاز المشاريع الإسكانية بما يرخص لها جواز أن تكون مشاركتها مادية أو عينية متمثلة في حصة من الأراضي المملوكة لها خطوة تشريعية جديدة تدعم القضية الإسكانية التي أعلنها المجلس الحالي كأولى أولوياته وتفتح الأفاق لمزيداً من الحلول لمشكلة مؤرقة عمرها عقود